مارسل كولر الموديل الفني للنادي الاهلي بعد غياب صلاح محسن وكهرباء في المباريات الاخيرة بسبب الاصابة والاقاف ومودست لسه هيخش شوية بشوية وما كانش فيه على دكة الاهلي بديل لمودست بسبب غياب كهرباء وصلاح محسن بدأ مارسل كولر يفكر مع لجنة التخطيط في النادي الاهلي لضم مهاجم اجنابي اخر تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة عشان يحل الازمة اللي مازالت قائمة في هجوم النادي الاهلي مازالت ولما بقول ازمة مازالت قائمة في هجوم النادي الاهلي انا بتكلم على ازمة في مركز المهاجم في مركز المهاجم بس مش هجوم النادي الاهلي هجوم النادي الاهلي في المباريات الاخيرة في خمس مباريات اخيرة جاب 17 هدف بمعدل اكتر من ثلاث اهدف في المباري الواحد ده الهجوم ده الخط الهجومي تمام؟ كما كان للمك على المهاجم الصريح لسه الأهلي مودست الأهلي متوسن فيه خير انه يخش وتبقى حالته البدنية جيدة فيقدم مستويات كبيرة كهرباء لسه عنده شوية أربع مباراة يقاف في الدوري صلاح محسن إصابة يعني لسه الهجوم بتاعدي قالي أو المركز المهاجم ما تزبطش ما تقفلش يعني كل المركز في الأهلي متقفلة إلا لسه مركز المهاجم ده مش متزبط بنسبة 100% ورغم كده الأهلي مش متضرر من ده بالمناسبة يعني بس مارس الكورر مقربة ومتضرر ويقولك أنه عندي بقى مهاجم واثنين وثلاثة وكلهم بيخلصوا وأنا هرتاح جدا يعني هرتاح مش هيتعب أكتر يعني تكتيكيا وفنيا أنه يشتغل على الفريق عشان يقدر يوصلهم بعدد فرص كبير للمرمى عشان من عدد الفرص الكبير ده يتقدر يسجل أهداف كثيرة طيب مارس الكورر كمان حدد احتياجاته الانتقالات الشتوية القادمة وأهم حاجتين بجانب المهاجم اللي هو تحت السن هو عايز يضم مدافع سنترباك جديد ليه؟ عشان هو شايف أنه إصابات رامي ربيع ومحمود بمتولي متكررة وخايف أن محمد عبد المنعم بيجيله عرض كبير في كأس الوحام الأفريقية في نهاية اللي جاي فيضطر الأهلي يوافق على بيعه فهو بدأ يدور على مدافع بديل في النادي الأهلي مدافع يكون موجود مع اللي موجودين حاليا كمان هو بيفكر في بديل لعلي معلول هو بيفكر على فكرة من الانتقالات الصيفية في بديل لعلي معلول بس ما عجبوش حد بما فيهم محمد شكري ما عجبوش حد فهو هيبدأ يبص تاني على لاعب يكون بديل لعلي معلول الفترة اللي جاي طبعا علي معلول بيقدم مستقلات رائعة مع النادي الأهلي بس طبعا بيبقى محتاج راحة تقدم العمر ممكن المسم اللي جاي تبقى أنت محتاج على طول معاك بديل كل الأمور دي بتخليه طول الوقت بواصس على زي الأيسر مدافع ومهاجم أجنبي تحت السن دي طلبات مارسل كولر في يناير بصراحة مارسل كولر بيطلب ويتمنى والأهلي بينفذ إدارة النادي الأهلي بتنفذ كمان النادي الأهلي في الوقت الحالي ارتباطا بما سبق من حديث قلنا لحضراتكم بدأ يتركب موقف أسامة جلال مع برامدز ليه؟ أسامة جلال عقده ينتهي مع برامدز بنهاية الموسم الحالي يعني يحق له التوقيع في يناير والنادي الأهلي عن طريق بعض المقربين والوكلاء وغيره يعني بيتكلموا مع أسامة بشكل أو باخر يعني أسامة عارف أنه الأهلي مهتم بيه أسامة جلال بس في نفس الوقت برامد شغال شغال بقوة لأنه يجدد تعاقد اللاعب عشان كي الأهلي من بعيد بيه دائب هل برامدز هيخلص مع اللاعب؟ هل برامدز هيجدد تعاقده مع أسامة جلال؟ ولا مش هيعرف يعمل ده فساعتها الأهلي يخش وياخد اللاعب هتقول لي اللاعب رغبته إيه؟ هقولك حسن معلوماتنا؟ آه رغبته لو عاده خلص مع برامدز أنه ينتقل للنادي الأهلي ده فيما يخص موقف أسامة جلال ترجمة نانسي قنقر